35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بحسب ما أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 114 الصادر يوم الأحد 28 من يونيو المركز فصل بيانه الذي يصدر بشكل يومي لأنه استلم 922 عيلة منها 887 سالبة فيما تأكد إصابة 35 حالة 16 منها حالات جديدة وتسع عشرة حالة لمخالطين مشيرا إلى تماثل 25 حالة للشفاء مع تسجيل ثلاثة وفيات جديدة وبين المركز أن إجمال الإصابات بلغ 762 منها 545 حالة نشطة وشفاء 196 حالة أما عدد الوفيات فقد بلغ 21 وجدد المركز تأكيده على ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية نازمة والتي تشمل الالتزام بحظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي مع الاستمرار في عمليات التعقيم والنظافة وذلك للتوقي من انتشار الفيروس الذي انتشر بشكل ملحوظ في ليبيا الفترة الأخيرة اشتركوا في القناة